أكد علماء البيئة أنه بدخول عصر آل أناثروبوسين الذي أصبح فيه البشر القوة المهيمنة التي تقود التغيير في جميع النظم البيئية ومن خلال تأثيره على الغلاف الجوي والغلاف المائي والمحيط الحيوي أصبح التنوع البيولوجي العالمي في أزمة مع حدوث انقراض الأنواع بمعدل ألف ضعف ما قبل الإنسان وقال علماء البيئة أن معالجة هذه الأزمة هي واحدة من أكبر التحديات التي تواجه البشرية سواء كان ذلك من خلال فقدان السهول والقوى المتنوعة لتغير المناخ والإفراط في الاستخراج أو التلوث بالمواد البلاستيكية والمواد الكيميائية ومع تضافر بعض قوة تغيير هذه يتم دفع النظم البيئية إلى ما هو أبعد من نقاط الانهيار القصوى بمعدل أسرع ووجد العلماء خلال جائحة كوبيد 19 أن حالات الأمراض الحيوانية المنشأة العكسية التي أصبح فيها البشر مستودع ومصدر عدوى للحيوانات الأليفة والبرية أكدت مدى ارتباط مصير البشرية وجميع الكائنات التي تتقاسم المحيط الحيوية يؤكد مشروع نصف الأرض أنه فقط من خلال الحفاظ على 5% من السهول العالمية سنتمكن من الحفاظ على 85% من الأنواع لكن تخصيص الأراضي لصالح الطبيعة كما هو الحال في المتنزهات والمحميات كان يعني في كثير من الأحيان حرمان السكان الأصليين من أراضيهم بدلا من احترام دور الشعوب الأصلية في الحفاظ على المحيط الحيوي وإعطائه الأولوية وفي حين أن الحجم المتزايد للمناطق المحمية إلى 17% من الأراضي و10% من المحيطات على التوالي بحلول عام 2020 أمر مشجع فإن فعالية إدارتها في الحفاظ على التنوع البيولوجي لا يزال بحاجة تحديد إلى حد كبير بحسب دراسة نشرت في مجلة سينس أليرت العلمية ومع ذلك فإننا ندرك أنه يمكن أيضا دعم التنوع البيولوجي في كل مكان وفي كل ما نقوم به يمكن للمناظر الطبيعية الحضرية أن تدعم قدرا أكبر من التنوع البيولوجي مثل الملقحات ويمكن أن تسهم المناظر الطبيعية المزروعة اعتمادا على كثافة الزراعة لم يعد يتم استحاب أطفال المدارس في رحلات إلى الطبيعة بدلا من ذلك أصبحوا يتعلمون في أماكن مغلقة يطورون فيها علاقة متبادلة مع الأرض والعالم الحي إذا أعجبك الفيديو اشترك في القناة وفعل زر الجرس